السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابنائي وابناتي تلميذ و تلميذات الصف الثالث الابتدائي اهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة هنشرح مع بعض لسون سكس و لسون سيفن من منهج اللغة الانجليزية للصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الثاني وما تنسوش الاشتراك في القناة تفعيل الجرس ليصلكم كل الانجليز سكس ماس رياضيات money in other countries money in other countries بيقول لك يا اولاد العملات في المدن الاخرى what's your money what's your money يعني مع عملتك what's your money listen point and say استمع و اشر و قل اول حاجة اولاد العملة في مصر العملة في مصر اولاد الجنيه والجنيه يساوي مية قرش والجنيه يساوي مية قرش فهنا هتقول in my country ايجبت اولاد 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 سنت واحد يورو يساوي اولاد مية سنت فهنقول فهنقول هده اولاد in my country فرانس اولاد 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 يساوي اقرأ ووصل هنا اولاد جيب لك العملات بيقول لك عملتي تكون اول حاجة اولاد هنا بيقول لك نمبر ون في فرنسا احنا قلنا اولاد بيتعاملوا بيها باليورو فنقول فنوصلها بيها اولاد في فرنسا اولاد بيتعاملوا بيها باليوان فنقول نوصلها باليوان يعني جنيه نوصلها بالزباوند اقرأ واختر احنا اولاد نقرأ الجملة ونختار لها واحدة من الاثنين نمبر ون ايام ايجيبشيان يعني انا مصري اي هاف تو هندرد بيسترس يعني هو بيقول لك انا باخد متين قرش اي هاف اي يعني بعدين نحولها لجنيه يبقى المتين قرش اولاد تتحول الى جنيه تكسمها عالمية يعني تبقى اتنين باوندس يبقى اي هاف تو باوندس اي هاف تو باوندس نحط تحتها خط نمبر تو اي ام امريكان يعني انا امريكي اي هاف يعني انا باخد خمسمائة سنتس اي هاف اي اولاد اي هاف 5$ 5$ اي بقسم 500 على 100 اي اديك 5$ فانقول هنا 5$ اي بقسم خط تحت 5$ اي بقسم تحت اي هاف اي هاف اي هاف سيرتي جياؤ سيرتي جياؤ سيرتي جياؤ هلا 원اولا أعلم كذا يكون هنا اولا cows 10 count 10 نصبح الناس 30 على 10 ونصبح الناس 30 على 10 30 على 10 ك rappingầ سيريGG هنا يأ Caro ايام شاينيز. اي هاف سيرتي جيام. اي هاف سيري يوان. سيري يوان. نحط اهتي اخر. اكتيفيتي سيري. اقول لك كوبي زا فلونج. انسخ الاتي. ننسخ الجملة زي ما هي ولاد. نكتبها. ان ماي كانتري ايجيب. اوار ماني از زا باوند. يعني في بلدي مصر العملة هي الجينية. ان ماي كانتري ايجيب. اوار ماني از زا باوند. listen point and say. استمع واشر. وقل. هنا اولاد بيقول لك اي. اي. what did you buy? انت بتشتري اي. يبقى لما تجي تسأل حد عن بيشتري اي تقول اي. what did you buy? what did you buy? انت اشتريت اي. what did you buy? انت اشتريت اي. فهنا هي يتكلم يقول اي بوت. ويقول اسم الشي اللي اشترى. اي بوت. ويقول انا اشتريت كزا. what did you buy? ماذا اشتريت? ردت عليه اولاد قلت له. اي بوت. انا اشتريت. ابل. كرة. and ادول. عروسة. they were 20 euros. 20 يا اولاد يوروس. يعني 20 يورو. انا اشتريت كرة ودمية. سعرهم 20 يورو. 20 يا اولاد يورو. فهنا اولاد بيقول لك. السؤال عن. السؤال والاجابة عن السعر يا اولاد. السؤال والاجابة عن السعر. سعر الحاجة تقول له. how much is it? how much is it? ما سعر هذا? how much is it? الاجابة تقول it is. it is وتذكر السعر. it is او اختصارتها it is. it is او تقول يا اولاد. it's. يبقى لو تسأل حد عن السعر الشيء. تقول يا. how much is it? فنقول يا اولاد. how much is it? كم سعرها? فهنا قالت ايه. it's four. fifty pounds. it's four. fifty pounds. يعني سعرها خمسين جنيه. سعرها خمسين جنيه. activity one. look at the answer. فهنا يا اولاد. عيقول لك انظر واجب. فهنا عقول. what did she buy? what did she buy? هي اشترت ايه? فالاجابة يا اولاد هي اشترت ايه هنا. dolly و kite طيارة ورق. فنقول يا اولاد هنا. she bought a kite and a doll. a kite and a doll. يعني عروسة. نكتب معها بعض الاجابة. نجي بعد كده يا اولاد. how much are those? how much are those? يعني هما سعرهم كام? how much are those? سعرهم كام. فهنا الاجابة يا اولاد تقول اتس. وتسكر اسم ايه? تقول اتس كذا. بنقول اتس فور. سعرهم كام هنا اولاد. عشرين واربعين. يعني اشترين واربعين عين ستين. يعني سكستي. سكستي. فنقوله يا ستين. فنقول اتس فور سكستي pouns. اتس فور سكستي pouns. يعني سعرهم ستين جنيه. يبقا اتس فور سكستي pouns. نكتب مع بعض. نيبعد كده اولاد الصورة التانية. هنا بيقول what did he buy? what did he buy? هو اشترى ايه? هنا اولاد اشترى هو هنا ايه? اشترى كورة واشترى كتاب. فنقول ايه اولاد? he bought a book and a ball. ايبا فنقوله. he bought a book and a ball. نكتم مع بعض. يعني بعد كده اولاد السؤال التانية يقول how much are those? how much are those? how much are those? يعني هما سعرهم كام? فنقوله الاجابة يا اولاد ايه سفور 15 يورو. 15 يورو يعني ايه 15 يورو. ذي ما احنا نلاحظين في الصورة. الكتاب بعشرة يورو والكورة بخمسة يورو ب 15 يورو. نكتب مع بعض. اكتيفتي 2. read and answer. بيقوك اقرأ واجب. عني اقرأ مع بعض يا اولاد باك نحل السؤالين اللي على الفقرة. ali has 100 pounds. he bought a book for 10 pounds. a kite for 15 pounds and a bike for 60 pounds. يبقى هنا اولاد بيقولك علي معه 100 جنيه اشترى اه كتاب بعشرة جنيه وطيارة ورقية ب 15 جنيه واشترى عجلة ب 60 جنيه. يبقى كده احنا ايه? السؤال اللي يعني كم سعر الاشياء اللي اشتراها علي. يبقى احنا كده يا اولاد هنجمعه 10 و 15 و 60. وبعد كده نشوف كام يا اولاد. هنقول له 10 و 15 كام? 25. 25 و 60. 25 و 60 يا اولاد 85. يبقى هو دفع كام? دفع 85. يعني يا اولاد يعني دفع اه اتين 5. اتين ايه اولاد اتين 5. 85 و 80. يعني ايه السؤال الثاني يا اولاد بيقولك how much is left? how much is left? يعني هو تبقى معه كام يا اولاد. عن اطرح مية من 85. عايتبقى معه كامل اولاد 15. يعني عايتبقى معه 15. نكتب معه بعض. اكتيفي تسري يا اولاد بيقولك بنك تويت زافلوينج ضع علامة الترقيم للاتي. هنا اولاد how much is it? ده سؤال. فعلامات الترقيم اولاد الاتش تبقى كبتا. وهنا اولاد نحط علامة استفهام. اكتيفي تيس اون ليسون سكس يا اولاد انشطة على ليسون سكس. اول حاجة اكتيفي تي وان ريد ان دماتش. اقرأ ووصل. هنا جيب لك اولاد العملات. هنا جيب لك تساوي كام. هنا جيب لك 10 جاو. اه 100 باسترس. 100 سنتست. نقرأ مع بعض يا اولاد. نمبر وان. وان دولار. وان دولار از. الدولار يساوي او الدولار يكون كام يا اولاد. وان هندر سنتست. نوصلها ببعض. نمبر تو. وان باوند از. وان هندد باسترس. وان هندد باسترس. يعني اولاد ميت قرش. نوصلها ببعض. نمبر سري. وان يوان از. 10 جاو. نوصلها مع بعض. اكتيفي تي اولاد. في اكتيفي تي اولاد. في اكتيفي تي بيقولك. لك ريد ان دكم بليد. انظر وقرأ واكمل. نمبر سري. ان ماي كانتري فرانس. اوار ماني ازا يورو. نكتيب مع بعض يورو. نمبر سري. ان ماي كانتري ايجيبت. اوار ماني ازا باوند. نكتيب مع بعض باوند. اكتيفي تي سري يا اولاد. هنا اقولك احسب واكتب. وكتب. احسب. وكتب. هنا اولاد جيب لك. 50. بلاس 50. بلاس 50. بلاس 50. دول يبقي كان اولاد. 200. نكتيب 200 يورو. يورو. نكتيب مع بعض. 200 يورو. نمبر 2. هنا اولاد. نحسب مع بعض. هنا عشرة. عشرين. تلاتين. اربعين. خمسين. ودي خمسين تبقى مية. ودي مية خمسين. يبقى مية وخمسين. وبعد كده ودي خمسين يا أولاد متين. ودي مية يبقى تلتمية. يبقى سري باوند هندرد أولاد. تلتمية سري باوند هندرد. نكتب مع بعض. نمبر سري. هنا أولاد خمسمية وميتين سبعمية. يبقى سيفن هندرد دولارز. نكتب مع بعض. اكتيفتي. فور. اسأل واجب. نمبر وان يا أولاد. هنا ايه? بيقولوا what did you buy? what did you buy? انت اشتريت ايه? فهنا في الاجابة قال I put a bike. انا اشتريت عجلة. نكتب مع بعض. هنا يا أولاد قال it was. هي become نقاط باوندس. يبقى سعرها كم في الصورة يا أولاد? سعرها الفين جنيه. يعني two thousand pounds. two thousand pounds. الفين جنيه. فنقول it was for two thousand pounds. نكتب مع بعض. بعد كده يا أولاد نمبر two. بيسأل ايه قل what did you buy? انت اشتريت ايه? what did you buy? فهنا I put a doll. انا اشتريت عروسة. it was يا أولاد. it was for. هنا سعرها nine dollars. يبقى it was for nine dollars. نكتب مع بعض. اكتيفتي five look and choose. انظر واختر. هنا يا أولاد السواء اللي قدامنا. الكتاب بكم يا أولاد. بخمسين يورو. يعني fifty euros. دعب هنا نقول السؤال. ايه? I would like a book. انا اريد كتاب. it's. it's يا أولاد. it's for. هنا يجيب لك ايه يا أولاد. it's. هنا ايه? five thousand five thousand. باي ستريس. ولا five thousand سنتس. يبقى هنا أولاد سنتس. دع ايه باليورو. اليورو يسوي خمس تلاف سنت. نحطه خط سنتس. اليها five thousand five thousand سنتس. number two. هنا يا أولاد الانسان الآلي ده بتلاتين يوان. يبقى 30 يوان. فنقول يا أولاد. I يسوي كام يا أولاد. يسوي عشرة جياو. فنحن نضرب. عشرة في تلاتين بتلتمية. فنحط. فنحط خط أولاد تحتها. three hundred جياو. three hundred جياو. نحط تحتها خط. number three. هنا يا أولاد العروسة دي بتسعة دولار. يبقى nine dollars. فنقول هنا السؤال. I would like a doll. how much is it? أنا أحب العروسة. أو أريد العروسة. هي تمنها كام? فهنا it's يا أولاد. it's nine hundred cents. nine hundred سنتس. عشان الدولار بمية. فيضرب مية بتسعة. يدنا تسعم مية. بقى nine hundred. سنتست. نحط خط تحتها. بعد كده أولاد في اكتيفتي سيكس بيقول لك. copy this following. آآ انسخ القاتي. فهنا جيب لك جملة. I bought a doll. it was for twenty pounds. I bought. I bought a doll. it was for twenty pounds. يعني أنا اشتريت عروسة. هي تمنها عشرين جنيه. دي نكتبها أولاد زي ما هي. لسون سيفين. رايتين. لان. يور براغراف. لك. ريد. and notice. لك. ريد. and notice. لك. انظر. وقرأ. ولاحظ. هنا أولاد تم. بيقول يا أولاد تم. تم. فروم أمريكا. تم. فروم أمريكا. تم يا أولاد سكولAAAAさん. سوري. سكول كان دراسي الساعة ثلاثة. طيب. سكولساتس ايتي كلوك. سكول ايتي كلوك. Vas и يبدأ اليوم الدراسي الساعة التمانية. بعد كده يا أولاد. آآ الكيوررانسي يولاد دولار. العملة بتاعتها يولاد الدولار. نقرأ البراغراف مع بعض يولاد. هنا بيقول له. ايام تم. يعني انا تم. ايام فروم امريكا. انا من امريكا. اي ستارت سكول ات ايتي كلوك. ابدأ اليوم الدراسي الساعة تمانية. اي فينش سكول ات سيري. بنهي اليوم الدراسي الساعة ثلاثة. اوار كورينسي از دولار. اوار كورينسي از دولار. بيقول لك عملتنا الرسمية هي الدولار. عملتنا الرسمية هي يولاد هي الدولار. هنا يولاد بيقول لك لاحظ. لتخطيط لكتابة فقرة يجب عليك أن. اول حاجة يولاد. كورينسي هوكم يا اللا يقول لك قم بتجميع معلومات عن الموضوع اللي سوف تكتب عنه. بعد كده يولاد يا اولاد. اورجانسي يور فورميشن. كم بترتيب يا منكم بترتيب هذه المعلومات. كورينسي. اكتب جملة صحيحة تبدأ بيا اولاد بالفاعل. عند تكملت الجملة. تكملت الجملة. يبقى يقول لك اكتب جملة صحيحة. تبدأ بالفاعل والفعل وتكملت الجملة. يبقى عشان نكتب فقرة يا ولاد. نبدأ اول حاجة نجمع معلومات عن الموضوع اللي نكتب عليه. نرتب المعلومات دي. وباقي نكتب جملة صحيحة. تبدأ بالفاعل والفعل وتكملت الجملة. اكتيفتي 1. يقول لك read and write. انظر واقرأ وقته. هنا اولاد جيب لك ماري. ماري دي اولاد من فرنسا. من فرنسا. تبدأ اليوم الدراسة ستارتس ات 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 كلوك. احنا نكتب اولاد باراغراف على ماري. فنقول يا اولاد فنقول ايام ماري. ايام فرنس. اي ستارت سكول ات ات كلوك. اي فنش سكول ات فور سيرتي. اوار كورينسي ازا يورو. معاملتنا الرسمية اليورو. نكتب مع بعض اولاد الباراغراف. اكتيفتي 2. هنا اولاد بيقول لك. كومبريت زا. كومبريت and write about your friend. بيقول لك اكمل واكتب عن صديقك. كبه هنا اولاد كل واحد فينا يكتب عن صديقه نفس اللي عملنا ايه في النشاط الاولاني. وبكده اولاد وصلنا مع بعض نهاية درسنا النهاردة. ارجو كل استفدتم معنا. والى اللقاء في درس جديد من دروس مادة اللغة الانجليزية للصف الثالث لابتدائي. فصل الدراسة الثانية. والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.